نار الحطب التي توقد القدر هي من جعلت حمزة يستمر بتحضير صابون الغار في مصبنته الجديدة إثر تدمير القديمة بالقصف الجوي لأحياء مدينة إدلب سابقا لكنه مصمم على ثباته في سوريا والعمل تحت قصف الصواريخ وبرد الشتاء على اعتباره موسما لصناعة الصابون ولسيما بعدما هاجر معظم ممتهينيها يعني مثل ما هو معروف ببلادنا بسوريا كسرة المصابين بس نحن مصبنت الصناع اللي هلأ نشتغل بشكل يدوي ومنلاقي متعة بهالموضوع هذا ومنلاقي لزيب العمل ومنلاقي متعة بهالعمل هذا ونحن الوحيدين نشتغل بشكل يدوي بإدلب حتى بسوريا مراحل عدة تمر بها صناعة صابون الغار تبدأ بإضافة زيت المطراف ومادة الكوستيك أي القطرونة إلى القدر وبعد غليانهما لمدة يومين تتم عملية البسط والتقطيع مع التختيم تليها مرحلة البيبرة أي تجميعه كي يتحول لونه من الأخضر إلى الأصفر يلحقها تشكيله على شكل قبب تبقى مرصوفة حتى بداية فصل الربيع بما يعادل أربعة أشهر كحد أدنى لينتشر إثر ذلك في كل منزل في مدينة إدلب صابون الغار طبيعي لأنه مشرجة الزيتون بشكل كامل مكونات كلها مشرجة الزيتون وهو للاستحمام ومفيد للجسم وللشعر وحتى بنهاية الطبخ بنهاية الطبخة أنا بحط الغار زيت الغار هو عطر ريحته جداً حلوي بعد تخزينهم لكميات كبيرة تبدأ عمليات التوزيع لمراكز الجملة في مجمل مدن ريف إدلب ويباع فيها الكيلو الواحد بألف ليرة سورية بعدما كان بمئة ليرة خاصة بعد انقطاع جلبها من حلب كونها خاضعة لسيطرة ميليشيا النظام ثم تصدر عبر الموانئ في ظل الثورة فيما كانت تصدر برا قبلها ليوزع بعدها إلى دول العالم في مسيرة امتدت منذ أكثر من عشرين عاما صناعة صابون الغار لدى عائلة الصناع في مدينة إدلب مهنة توارثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد منذ عام الفين وتسعمائة وعشرة ميرنا الحسن أورينتو نيوز مدينة إدلب ترجمة نانسي قنقر